عايزة خش على المصالحة الخالجية لانه موضوع مهم جدا وهيلقي بزلاله خلال الايام القادمة على السياسة العربية العربية وفي وسطها طبعا السياسة المصرية العربية والاعلام المصري وقرارات عبد الفتاح السيسي لكن قبل ما اروح لموضوع المصالحة عايزة اقف كده مع نقطة بسيطة لا ملهاش يعني مش بعيد قوي عن موضوع المصالحة وهو مطالبة السيناتور الامريكي الجمهوري تيد كروز بتصنيف جماعة الاخوان المسلمين على انها جماعة ارهابية اعتقد هذه المطالبة للسيناتور والمحامي الامريكي من اصل كندي عضو الشيوخ الامريكي عن ولاية تيكساس المشهور بعداءه للإسلام والمسلمين والمشهور ايضا بتضمنه مع التطبيع الصهيوني والداعم حتى النخاعل الرئيس الامريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب انه يطلب هذا الطلب في هذا الوقت بالذات واصفا جماعة الاخوان المسلمين انها جماعة ارهابية في الوقت للعالم كله بيعامل نظام عبد الفتاح السيسي او بعض القضايا بيتم تحركها في بعض الدول ضد نظام عبد الفتاح السيسي بتهم ارهاب زي مثلا العضية اللي تم تحركها قبل ايام في ايطاليا تتهم خمسة من ضباط النظام المصري بقتل الباحث الايطالي جوليو روجيني او العضية اللي منزورة دلوقتي في المحاكم الامريكية واللي اقامها محمد سلطان ضد رئيس الوزراء الاسبأ الببلاوي وعبد الفتاح السيسي وقيادات من الجيش والشرطة المصرية بتهم الارهاب في الوقت اللي في قضية في ايطاليا وقضية في امريكا تصف السيسي وجماعته او نظامه بالارهاب ايضا المملكة المتحدة رفضت تصنيف جماعة الاخوان المسلمين على انها جماعة ارهابية نلاقي واحد جمهوري قبل نهاية حكم الجمهوريين باقل من تسعين يوم او خمسين يوم زي ما قال النهاردة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يطالب بادراك جماعة الاخوان المسلمين تماشيا يعني مش من باب المصادفة او مش من باب العبث ان ييجي هذه المطالبة بعد ايام من تصنيف جماعة الاخوان المسلمين على انها جماعة ارهابية في المملكة العربية السعودية وبيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية اللي وصل الى حد تكفير جماعة الاخوان المسلمين ثم بيان الجماعة بتوع مصر او المفتي الجمهورية المصري ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية ولا يجوز الانتماء لها بعد كده يجي الدور الامريكي الدور الترامبي الدور الجمهوري عشان خاطر يستفوا الموضوع قبل ما يرحل الجمهوريين المستفيد الاول والوحيد من هذا المطالبة يمكن نائب المرش للعام لجماعة الاخوان المسلمين الدور ابراهيم منير بعت رسالة النهاردة لكروز يستهجن في هذا الطلب ويذكره بجرائم عبدالفتاح السيسي ونظامه اقول المستفيد من هذا الطلب قبل ايام من رحيل ترامب هو عبدالفتاح السيسي النظام الاماراتي ومحمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية